حلقة جديدة من برنامج ستوديو الجزائر في هذه الحلقة سنطرح عددا من الملفات التي بقيت عالقة وتنتظر حلولا تنتظر ردودا من الحكومة منها من ورد في إطار وعود للحكومة في مرحلة سابقة وأتت بعدها هذه الجائحة أت بعدها وباء كورونا ليؤجل درسة العديد من الملفات خاصة أن هذه الملفات لها علاقة مباشرة بالوضعية المالية للبلد في هذه الحلقة سنصلط الضوء على قضية أو ملف الأساتذة المتعاقدين والأساتذة الذين نجحوا في قوائم وسجلوا في القوائم الاحتياطية في مسابقات توظيف سابقة في سنوات سابقة 2017 أو 2018 كما هو معلوم فيما بعد جمدت مسابقات التوظيف أو حتى قبل ذلك جمدت مسابقات التوظيف في العديد من القطاعات فما هو مستقبل خريجية المدارس والمعاهد والجامعات كذلك في ظل تجميد المسابقات في قطاع التربية كذلك سنتكلم عن الناجحين والمصنفين في قوائم الاحتياط في مسابقات سابقة سنتكلم كذلك عن ملف يطرح بشكل كبير للنقاش وتأتي معه كذلك الكثير من المطالب لأصحاب هذه الفئة أو للمنتمين إلى هذه الفئة وهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل والذين يقاربوا عددهم تقريبا نصف مليون أدمجت منهم الحكومة عددا ضئيلا مقارنة بالعدد الإجمالي فما مستقبل هؤلاء وسنتكلم كذلك عن أصحاب العقود المنتهية للشبكة الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن كل هؤلاء فئة من الجزائريين يحلمون بمناصب شغل دائما يحلمون بأن يخدموا وطنهم من الزاوية التي هم فيها بالإمكانية التي يمتلكونها كذلك لكن في الشقة المقابل أتى اليوم رد من وزير التربية سنحاول أن نفصل فيه وأن نشرحه رد حول سؤال كتابي قدمته البرلمانية مسعوداني مريم يتعلق وأكد فيه وزير التربية بأن إدماج الموظفين حاليا في قطاع التربية سواء كانوا أساتذة أو كانوا في قطاعات أخرى كالمتصرفين الإداريين لن يكون إدماجهم إلا في إطار مسابقة التوظيف فما هو القول الحقيقي والصحيح في هذه الإشكالية أو في هذه الجدالية التي ظهرت اليوم بمجابرة وزير التربية حول هذا السؤال سنتكلم عن هذه الملفات بالتفصيل لمشاهدينها رفقة واحد من الذين تكلموا وتحدثوا كثيرا عن هذه الملفات في المؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية ومن بينها مجلس الأمة وهو السيناتور عبدوهاب بن زعيم أهلا وسهلا بك سي عبدوهاب أهلا وسهلا شكرا 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 على تربية الدعوة شكرا بداية ننطلق من الجديد اليوم وزير التربية رد على البرلمانية من سعداني مريم وهذا في إطار سؤال كتابي قدمته له بخصوص الإدماج إدماج الموظفين حاليا بعقود في قطاع التربية هو يقول بأنه لن يكون إدماج لهؤلاء إلا بعد إجراء مسابقة التوظيف ما هو الصحيح في هذا الملف أولا شكرنا الاستضافة ثانيا ندخل مباشرة في هذا الملف أعتقد أن وزير التربية أخطأ في إجابته أخطأ في إجابته أو مصالحه أخطأت في الإجابة ممكن جدا لم يطلع عليها أبدا هذه الإجابة عقود ما قبل التشغيل ليس لهم ما قبل التشغيل والإحتياطيين والأساتذة الذين نجحوا لن يمروا بالمسابقة وهذه تعليمات حكومية عندها أيام فقط وهذه الإجابة للوزير أنا متأكد أنها ليست إجابته أو المصالح التي كتبت له الإجابة كتبت له الإجابة غلطته إن صح التعبير وسطرون في الأيام القليلة القادمة بأن الإجابة الصحيحة أنهم ليسوا معنيين بالمسابقة عقود ما قبل التشغيل وسيدمجون ضمن المخطط وضمن قانون الإدماج ضمن قانون الإدماج الذي صدر في الجاردة الرسمية هذا بالنسبة للوزارة التربية ندخل في طيب في وزارة التربية هناك إشكالية عالقة هي الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة التوظيف في سنوات سابقة مثلا في 2017 و2018 ولم يتم استدعاؤهم هم ناجحين احتياطيين لكن هناك إشكالية أخرى إلى من تعطى الأولوي في مثل هذه الحالات من 2017 هناك دفعات تتخرج أيضا من الشباب الجزائري من الجامعات ومن المعاهد لن نتكلم عن المدارس العلية لأنهم يمتلكون عقود مع وزارة التربية لكن الذي يتخرج في 2018 من حقه أن يوظف والذي تخرج في 2019 من حقه أن يوظف والذي نجح في مسابقة 2017 و2018 في قائمة الاحتياط من حقه أن يوظف كذلك إلى من تمنح الأولوية وهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار نتائج مسابقات 2017 و2018 شوف يا أخي يوسف يا إما نعمل مع الدولة وقوانين الدولة وقوانين الجمهورية إما أن لا نعمل يجب أن لا نعمل بنزوات أي وزير أنه ينام ينهض صباحا يغير القوانين قوانين الجمهورية سوى قديمة سوى جديدة تطبق الناس هذا أعلنت هذا الاحتياطيين والأساتذة الناجحين والذين ينتظرون الإدماج وينتظرون أن يستدعوا نجح في المسابقة أعلنت عليها الدولة الجزائرية أعلنت عليها الحكومة الجزائرية أعلنت عليها وزارة التربية شاركوا في المسابقة نجحوا بدون شعبوية من حقهم أن يستدعوا إلى وزارة التربية ويتستلمون المناصب حسب توفر حينما نقول حسب المناصب التي وجدت من حقهم مدام شاركوا في أمور واحترموا كل الإجراءات القانونية تعلق المسابقة التي أعلنت عليها الحكومة ووزارة التربية إذن نتعامل بهذه القوانين إذا كنت نتعامل بطرق أخرى لا نستطيع أن نتعامل بطريق أخرى ووزارة التربية ومصالح وزارة التربية مطالبة بالإدماج وتصريح الوزير خاطئ وقلناها وسأثبت ذلك ثانيا هذا الأستاذ الإحطاطيين من حقهم أنهم يستدعوا لأنهم يعتبروا أسدهم يقرروا وكان الأسد ذائرا لمستخلاثين رغم يخدموا أستاذ يخدم عشر يستدعون بدون المرور على مسابقة توضيف جديدة لأنهم نجحوا في المسابقة نعم حقهم 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 يجب أن الحقوق يجب أن ترجع إلى أصحابها مدى من نجحه هو إحطيات في المسابقة طيب بما أنك تؤكد بأن حقهم هو التوضيف بدون المرور على المسابقات توضيف جديدة متى يرطى لهم هذا الحق أو مش النوم بثل السنوات شوف أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كل الحقوق يجب أن تعدى إلى أصحابها لكن بدون نوضح أمور أخرى ندخل نوضح أمور أخرى تغيير المصالح هذه المصالح الإدارية في الوزارات وخاصة تغيير الحكومة إلى غير ذلك ممكن هناك نظرية ما يقوش نظرية جديدة ممكن هناك أفكار جديدة للإطارات تعالي الوزارة التربية ولا في وزارات أخرى ممكن أفكار جديدة لكن يبقى القانون هو القانون لا يستطيع أي إنسان يخرج من هذا القانون حين نطالب الحكومة نظل ونتكلم بالمناسبة اليوم كنا في لجنة المالية من التاسع عصابا حين إلى يومنا هذا والأشغال التسير حينما الفرصة جات جات الفرصة باش نطرح المشاكل كان أول سؤال اليوم في مجلس الأمة على عقود ما قبل التشغيل وقد أجاب الوزير بعد أن نتكلمه نعطيكم المعطاية عقود ما قبل تشغيل سننخص لهم موقع الكافي لكن نبقى في قضية الأساتي ذات احتياطية قضية الأساتي ذات حقهم يجب أن يعود لهم لأنهم شاركوا وشاركوا في المسابقة نزيد نخبرك حاجة الناس لم يخدموا في مناطق الضل سبت ست سنوات كاينة ربع سنوات تسع سنوات هذا أستاذ تدير فيه ثيقة ويخدم في مناطق الضل والترانسبور ما كان شو يدي فيه مليون وثمانمائة وبعد سبع سنوات تقول له أرواح تشارك فيه مسابقة لماذا؟ أنا نعيدها قلتها في المنظر هذا المسابقات المسابقات بالناس اللي ينجعون جدد وشي الفرق؟ كيف هذا قراري صونس أداب مثل ويقرر في الأداب مدة ست سنوات احتياطي بثمنتعش ألف دينار جزائري ويخدم ومن بعد تقول له أرواح تشارك في المسابقة راه أستاذ وعنده ليصونس وعنده الخبرة وعنده الخبرة وتجيب واحد جديد تعلن على مسابقة باش تجيب واحد جديد بنعميس إن صح الطابير ولا بتدخلات غير مباشرة ولا بتدخلات غريبة إن صح الطابير إن صح الطابير إن صح الطابير يعني هذه المسابقات المشبوهة أنه بدأوا بحقوق الناس حقوق الجزائريين الليد تؤعد بها رئيس الجمهورية أن حقوق الجزائريين ترجع لهم في الأخير عضو مجلس الأمة ولديك إمكانيات أن تدخل بهذا الملف وأن تطرق أبواب وزارة التربية والحكومة وسلطات عليا في البلد ما هي الردود ما هو توجه الحكومة هذا الحق نحن نتكلم الآن عن التشخيص الوضعية لكن في الجهات المقابلة الحكومة ما ردها ما قولها ماذا تريد الحكومة أن تقوم به ما هي الأجوبة التي قدمتها لكم الحكومة شوف نخبرك حاجة حينما نتكلم عن المسابقات ليست وزارة التربية أيضا هي لدي المسابقات لذلك قد تصريح الوزير خاطئ لأن هناك الوظيفة العمومية التي لها حق حق نظر ووظيفة العمومية هي اللي أعلنت وزارة العمل التي تبع في العمل هناك مصالح الوزير الأول هناك الكنترول الفينانسي هناك هناك تدخلات كثيرة متدخلين كثير من أجل أن يتحصل أي مواطنة على منصب العمل لذلك التعليمات تأتي من السيد الوزير الأول ماذا تقول تعليمات الوزير الأول في هذا الخصوص أنا في نظري لا أعتقد أن الوزير الأول سيعطي تعليمات غير قانونية مستحيل أقولها وتحمل المسؤولية المعلومة التعليمات القانونية أن هذه الأساتذة الإحتياطيين واللي نجحوا في المسابقة وأعلنت بليهم نجحين وينتظرون والمستخلفين إلى غير ذلك هم أولى في التوظيف على نسجد ولن تكون هناك تعليم من الوزير الأول أنها تمحيهم مستحيل هذي وعود بحسب كلامك من الوزارة الأولى نحن نتكلم مع الوزراء والمسؤولين كل مرة نتأكد تماما بأنه مستحيل أن يكون هناك تعليم أو وثيقة رسمية وإذا كان موجودا ماذا بينادخل وثيقة رسمية أنها تمحي الناس هذا وليقوله غير معنيين هذه كلها صريحات يعني بين قوصين كم سينتظر هؤلاء حتى يتحصروا على منا شوف نخبرك ما ندخلوش في الظروف ما ندخلوش في الظروف هاي الوباء وندخلو في اجتماعات لا لكن على الأقل دخول المدرس المقبل مبدئيا محدد في أكتوبر سيرعود للمدارس وسيرعود أساتي شوف أنا مع كل المناصب الشاغيرة كلها فأقولها وكل صراحة وكل قوة أن المناصب الشاغيرة في وزارة التربية من حق من حق الاحتياطيين ومن حق أصحاب الإدماج من حقهم أقول حق ولا أقول ولا أقول مزية ولا أدير فيه كذا أصحاب المسابقة ينتظرهم وخريجي الجامعات الجدد أين سيتوجههم شوف لا شوف شوف هذا كثني من حقه لا لا ما عليش دارس في الجامعة وفي ظروف نعلمها ونعرفها ويحتاج إلى شغل ويحتاج إلى منصح نرى أنا في وزارة التربية لكن حينما تريد وإذا نفتح نتكلم على الشغل ما عليش في وزارة التربية نذين يتخرجون في السنة نفسها في وزارة التربية ما ما صيرهم إذا أعطينا الأولوية لدفعات سابقة فهذا يخلق لنا مشكل مع الخريجين الجدد في اعتقادك حينما نتكلم أنا أبدأ بصاحب الحق اللي عنده ست سنوات وسبع سنوات وعنده زوج ولاد وثلاث ولاد ويقدم في مرات قضل وصفرة وتعب ويقرر في الولاد وبعد ذلك نتكلم على لتخرج جديد يقدر يصبر عام معنا هذا المساة بتاع المعاناة أصبح لزاما لا لا لازم تسوف لا لا مش لزاما إرجاع الحقوق هذه حقوق يجب أن ترجعها لهذه الناس هذو اللي قرأوا وتعبوا ذو الباكالوريا ونجحوا وهم يقرروا في ولادنا هذه حقوق فرق أنت يجيك صاحب يجيك صاحب الحق ويجيك واحد ما زال ما عندوش الحق أنا نعطي لا لا عندو الحق اللي متخرج من الجميع عندو الحق لا 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 أسمح لا هو الحق أن يوضح شوف مشكلة الشغل في العالم كامل هو 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 الناس كل تتبحث عن الشغل لكن هذه صاحب الحق لماذا لأنها أخطأ حكومية تعطي لي عقد تقول لي ختم 6 سنين 7 سنين 10 سنين ونبقى نتبع فيه كل عام كل عام كل عام وبعد ذلك تقول لي أن ندخل واحد جديد لا اللي أعطي لي حقوقي أعطي حق للناس هذه هي الجمهورية وهذه الدمقراطية وهذه القوانين نعطيه حقوق للناس وبعد ذلك يجي جديد حتى يجي جديد كيف يدير معنا مسابقة وينجح في المسابقة حتى ذلك السعي واللي عنده حق لكن نحن أنا لست سلطة تنفيذية نحن نسوي الحقوق أولا انتعى الناس هذا وبعد ذلك نديره برامج جديد برامج جديد في أمل أنه سيستدعون قريبا لأنه لما نتكلم عن مسابقة التوظيف في مراحل سابقة كانت دائما تخلق جدلا ومثل ما وصفتها قبل قليل تحوم حولها الشبهات لتكلمنا عن مسابقة التوظيف في وقت بنغبريط بنغبريط هي مدانة سياسيا ومدانة اجتماعيا وبالتالي كل ما تمخض عن تلك الحقبة فهو تحوم حوله الشكوك نعم هذا بالنسبة سواء في قطاع التربية أو حتى بالنسبة للموثقين والمحذرين القضائيين مسابقات الطيب لوح الذي هو في السجن اليوم مسابقة التوظيف في السنوات السابقة أعطت لنا هذا النتائج أعطت لنا أستاذة احتياطيين منذ سنوات ينتظرون الإدماج محذرين قضائيين ينتظرون ردودا بخصوص نتائج مسابقات سابقة وموثقين إلى غير ذلك كيف ستكون التسوية الآن هذه الحكومة تحصد على الأقل مبدئيا الآن هي في مرحلة في مرحلة تحصد فيها نتائج أخطاء سابقة التفقية هذا تقريب الآن كيفاش كيفاش نحلوا هذا لا تتحل المشكلة تتحل المشكلة لأنهم أصحاب حقوق وتطوفر فيهم الشروط عنه من يشعر نجيب لكي أحد من يشعر منين ونقول لك وبدأ يقرر لا هذا إنسانه في المدرسة أو يقرره في البتداء سنين وسبع سنين لن تتخلى عليهم الحكومة لن تتخلى عليهم الحكومة طيب هذا فيما يتعلق بالأساتذة الأساتذة الأساتذة الإحتياطيين وقوائم الإحتياط نتلقى الآن إلى أصحاب عقد ما قبل تشغيل كان هناك وعد من طرف وزير العمل تكلم عنه في خطاب مباشر بأنه سيتم إدماجهم رئيس الجمهورية كذلك تكلم في هذا الخصوص تم إدماج عدد منهم وبقي أزيد من 200 ألف ينتظرون الإدماج ما مستقبل أصحاب عقد ما قبل تشغيل شوف مش نوضح الأمور نحن تبعنا المصار المصار تع عقدنا قبل تشغيل وش نكون صارحين ونتفهمه ونحن عقد ما قبل تشغيل أولا المصار الإدماج لم يكن هناك أصلا قانون الإدماج نحن سعينا والحمد لله شغلنا بدون مزير سعينا مع الحكومة السابقة في نهاية ديسمبر خرج لم تكن الحكومة تعترف بهم أصلا مدة عشر سنوات ثم في ظرف ستة أشهر اعترفت بهم الحكومة وهناك قانون الإدماج وحقهما لكل حال وهناك قانون الإدماج وخرج في الجريدة الرسمية أنا بالنسبة لي وبدأوا يدمجوا هذا في نظري يعني مكسب مكسب الآن عندهم مكسبين مكسبين لا شوفهم بدون شعباوية عندهم قانون الإدماج رأوا في يدهم ليعتبر السند الملكية والذي لن يقش فيه والذي مستمر وسيدمجون ربعمائة ألف سيد مجون بكل طمئنات كيف رأوا يشتكي بأنهم دروا لهم نهاية العقد؟ دعونا ندخلوا في الساعة ننتكلموا عن الناس اللي رأهم في العمل بعد ندخلوا في اللي دارهم نهاية العقد نعرف الإدارة الجزائرية تبتز وسامعنا ورسلنا البعض بأنه عندما بدأ البعض من هؤلاء يطالب بحقه في الإدماج قامت الإدارة بابتزازهم بعض الإدارات وأنهت عقودهم إلى غير ذلك كم من المشاكل التي سنتحدث عنها ندخلوا في الممارسات قانون الإدماج إذن مستمر وهو السند الرسمي وسند الثاني الشيء المطمئ وأنا أتحمل المسؤولية كاملة قانون الإدماج يساوي وعد رئيس الجمهورية بكل صراحة وعد رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية من بعدنا قال هذا عمال عقد قبل التشغيل سأتكفل بهم في ظرف سنة أو أكثر واضحة وعد رئيس الجمهورية ماذا الرئيس في وعده سيجسد وعده قانون الإدماج يساوي وعد رئيس الجمهورية علني ونافذ ولا نقاش فيه وعد رئيس الجمهورية وجب أن يفخر به عقدنا قبل التشغيل لأنه سلاح في يديهم سلاح في يديهم ولا أعتقد أنه لا أعتقد أنه رئيس الجمهورية سيخلف وعده مستحيل هذه مستحيل وقد بدأ حينما نتكلم على رئيس الجمهورية بدون شعبوية وبدون كما يقول وكذا هذا نتكلم عن وزير مثل وزير الطربية الذي طرح هذه القنبلة إن صحة الطعبير ولا أتكلم على مدير عام أنا أتكلم على رئيس الجمهورية عنده 54 وعد تكلم بصفة رسمية ووش قال؟ قال حينما لا أدمجكم جيبوا لي الفيديو طيب سنفصل في هذه القضية في الجزء الثاني أستاذ عبدو عبدالزي مشاهدين الأفاضل فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش حول ملف عقود ما قبل التشغيل وكذلك أصحاب العقود المنتهية من الشبكة الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن فاصل عود إليكم من جديد مشاهدين الأفاضل مستمرون معكم في هذه الحلقة لبرنامج ستوديو الجزائر سنواصل حديثنا حول الملفات العالقة منذ مرحلة ما قبل كورونا والتي يجب أن تطرحها في الأخير في مرحلة ما بعد كورونا تكلمنا عن الأساتذة المتعاقدين وعن الأساتذة الاحتياطين كذلك سنتكلم في هذا الجزء عن أصحاب عقود ما قبل التشغيل وعن أصحاب العقود المنتهية للشبكة الاجتماعية وهذا رفقة ضيفي الأستاذ عبدوها بن زعيم وهو عضو مجلس أمه هل نسهلا بك سيد عبدوها بن مجددا في نهاية جزء الأول كنا قد تكلمنا عن الوعود التي قدمها الرئيس والحكومة بخصوص إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل الآن ينتظرون الملموس ينتظرون حاجات ملموسة ينتظرون قرارات ينتظرون شوف الملموس الجديد أنه إحنا قلنا في إطمئن أصحاب العقود يطمئنها كاملا بأن الإدماج مستمر إحنا دقيقة بك فيما صار الإدماج قلنا في ست شهر صبح عنا مرسوم وصبح عنا وعد رئيس الجمهورية وهو أقوى من المرسوم هذا ما راح لكل هدرت ست شهر وش تخلتها انتخابة رئاسية راحت حكومة جاءت حكومة وزدنا دخلنا فيه الوذاء حتى الإدارة على بالهم وعلى بالهم بالإدارة مش كلها تخدم طاقة طاقة استيعاب الشي اللي نطمنه أن نقولها لكم بسفاة رسمية أنه هناك والميزانية مخصصة في 2020 الناس يقولون على قانون المالية التكميلي هذا التكميلي ليس له الميزانية الإدماج موجودة في 2020 نعم بش نوضح الأمور وفي على أيام قليلة ونأزن كلامي على أيام قليلة سيتم إدماج 148 ألف عقود ما قبل التشغيل الذين فاقوا 8 سنوات عمل متى؟ في أيام قليلة 100 ألف 148 ألف وأكثر هذا رسمي؟ رسمي في أيام قليلة الذين يشتغلوا أكثر من 8 سنوات والدفعة الثانية بعدها ستكون في الميزانية 2021 مع العلم أن وزارة المالية اليوم في قانون المالية التكميلي ممكن بعد 10 أيام ينطلقوا في دراسة قانون المالية 48 ألف الذين سيتم إدماجهم خلال أيام والذين يمتركون 8 سنوات خبرة في أي قطاعات؟ في كل القطاعات وهذه تعليمات حكومية تعليمات حكومية وباتصال مع وزارة العمل ووزارة المالية وتعليمات من الوزير الأول ولذلك وخاصة في التربية سيتم إدماجهم في المحل 48 ألف لا نقاش فيها في ظرف أيام قليلة وستهربنا إن شاء الله إن شاء الله والباقي الآن؟ الباقي الباقي البرنامج كان على ثلاث سنوات 106 ألاف سيبقوا تقريبا 148 ألف آخرين هل بإمكان الحكومة الآن في ذل هذه الأوضاع المالية الصعبة نتكلم عن ترجو احتياطي الصرف نتكلم عن انهيار سعار النفط نتكلم عن اقتصاد الآن شبه مغلوق في ذل وباء كورونا هل بإمكان الحكومة أن تخلق 148 ألف منصب مالي؟ شوف نتمنى الأحسن لكن شوف نخبرك حاجة هو ما قالوا البرنامج على الأول كان الثلاث سنوات وعقد ما قبل تشغيل على بلهم بالثلاث سنوات لكن شوف نتكلموا دائما على برنامج رئيس الجمهورية أنه بغاية تكفل بهم النهائي ممكن يتكفلوا بهم في اليوم 21 ممكن تكون هناك ضريبة ضريبة من الضرب 200 مليار دينار يعني كل عب مايش مشكلة بالنسبة لميزانية الدولة باش نصارحوا بعضنا مايش مشكلة كبيرة ميزانية 200 مليار دينار كي توفرها لأنه مشكلة يجب أن يسوى نهائيا وبعد ذلك نتكلم على سوق الشغل وماذا يجب فعله باش نخلقوا مناصب أخرى 200 مليار دينار أي ضريبة يعني منش عارف تكون في قانون المالية 2021 يقدر يتكفل يتكفل بالمشكلة هال وضيف إلى ذلك راجع أيضا يعني ممكن كثرنا عليه يعني سيد رئيس الجمهورية لكن راجع إرادة رئيس الجمهورية إن شاء الله يكون هناك تعليمات في هذا الاتجاه باش نقضيوا على الميلف هذا نهائيا لأن الناس خائفين الآن يسمعوا في الكثير من الفلاتوهات في الكثير من المقالات على منصات تواصل اجتماعي بأن الوضعية المالية للجزائر ليست جيدة وبتالي يتخوفون يقول لك هناك إمكانية ربما أن تتراجع الحكومة عن إدماجنا نبدأ لك القانون بدأت الكلمة قانون الإدماج مستمر هذا مثلا مشروع قانون المالية التكميلي هذا كانوا لسيناتور والأعظام الأمة يناقشوا فيه وكان الوزير مباشرة نيجا وفيها الإجابة وهذا تقرير إجابة على السيد الوزير أن القانون الإدماج يسير وهذه ما فيها حتى كلام ما فيها حتى رجوع لكن نحن نوضح الأمور هذا حتى كي قلصنا العمال قلصنا العمال يعني 50% اللي يخدموا والوباء هذا حتى الاجتماعات نقصت حتى التجماعات على المستوى على مستوى الولايات نقصت إلى غير ذلك لكن وزارة العمل يعني مشكورة عملت كل شي حين حتى الميلفات وتنظف فيها مع أسمح لي هنا تنظيف الميلفات نحاو 10 ألاف ميلف لماذا؟ 10 ألاف كين اللي في فرنسا ودير كونترات كين اللي راهو تاجر ودير كونترات وكين 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 لذلك وزارة العمل في ظرف 6 شهر نحكي على 6 شهر وثلاث شهر وابا في ديسمبر خرج القانون وثلاث شهر وابا وشهرين حكومة وتغيير ورئيس جمهورية جديد لغير ذلك أنا بالنسبة لي رأنا حققنا نتائج في ظرف 10 سنوات ما كانوا الحمد لله ذلك يتمشي الأمور أنا متأكد حينما ترجع الحياة الإدارية إلى طبيعتها أنا متأكد بالنسبة تمضي الأمور في ويسني ويمضيوا يمضيوا للمحاضر التحام أيضا أنا طلبت من وزير العمل يعني بصفة رسمية قتلوا اللي بقاو وهذا الطالب اللي نقدمه من خلال البلاطول للسيد لوزير الأول اللي بقاو يمدوا تعليمات يعطيهم البرائفكتاسيو استعدير قرار الأخير قال أنت معني بالإدماج في الفين ووحدة وعشرين ولا جان في مثلا ولا جوان الفين ووحدة وعشرين ستين بريافكتاسيو رأيك معني بالإدماج يتمائن بها يتمائن هاي الوثيقة تاعك ونغل قول ميلف هذا ما يتكلم ما زيد يبحث عن العمل يبقى في المكان نتاعه في انتظار يدعي البرائفكتاسيو هذي ونتحلوا المشكلة سيد الوزير العمل قال لنا ذو نقدم الطالب إن شاء الله اللي بقاو للسيد الوزير أو إذا وافقوا عليه نغل قول ميلف هذا نهائيا قلت في السابق هناك ممارسات تعرف بها بعض الإدارات في الجزائر واشتكى منها عدد من أصحاب عقود ما قبل تشغيل هي إنهاء العقود لما سمعوا بأن أصحاب عقود ما قبل تشغيل بدأوا يمارسون الضغط من أجل انتزاع الإدماج في مناصبهم بدأت هذه تهينهاء العقود شوف أنا كتبت خطرة الوزير الأول قلت له أياد بيروقراطية تعطل الإدماج أياد بيروقراطية تعطل الإدماج هناك مديرين عندهم مصالح مديرين على سلطة المسألة مستوى المحلي عندهم مصالح اللي عنده نسيب واللي عنده خال يدلوا فاند كونتر أو الذي يشتغل خمس سنوات وربع سنوات في الأخير يرميهم ليضربهم في السفر وقادر ناس قادر ناس يحوي قادر ناس وليهذا أنا أدعو وزير العمل أنه تكون هناك بشهر بعد نرجعه المنتهي عقودهم ليس هم الشبكة الاجتماعية هم العقود المنتهي عقودهم اللاداس هروق نحكي ولذلك نتكلم عن عقود اللاداس أول وزيرة التضامة الوطنية مع وزير العمل ولا وزير العمل يجب أن موش يفتح تحقيق يعطي تعليمات وديريات الولائية يستقبلوا اللي عندهم عقود المنتهية المنتهية ويعملوا لجنة التنمية الاجتماعية لا لا شوفوا هذا البيد كانوا عقود ما قبل التشغيل وجهوهم نظرك الوزارة العمل لا يوجد حتى مشكلة سيتدمجوا لا يوجد مشكلة الآن بالنسبة للناس اللي في وزارة التضامة الوطني اللي ينهاولهم العقود تحهم خدموا عامين وربع سنين شوفوا بين قوسين برك الشباب الآن يطالب غير يرجع بالكونترا أخي بكري يقول كتريون بالواء ودمجني غير يرجع بالتضامة صحي غير يرجع بالكونترا يدد المليون ونص هذيك ويخدم في وزارة التضامة الوطني احنا ندعو وزارة التضامة الوطني او وزارة العمل على مستوى مديرية التضامة ولما لا إذا كان عندهم صحاب حقوق لي احنا شوف في الحتة كنتكلمهم مع الحكومة في مجلس الأم يا أخي انت وزير باش تخدم الشعب الشعب جابلك مشكلة أدير لها لجنة تحقيق مش لجنة تحقيق يعني من أجل التحقيق مثل الشباب هذا تعطيهم توجيهات المديرية الولائية سواء في التضامة الوطني سواء في مديرية العمل يستقبلوا طلاباتهم واللي اللي ممكن عنده سجل تجاري قال يا أخي عندك سجل تجاري ما نقدرش قال لي عنده اللي تعسف اللي غاب مثل ما جاش واللي في فرنسا راح ما نقدرش مثلا اسمح لي إذن تكون اللي جان على مستوى مديرية الولائية اللي عنده حق وتعسفوا تعسفوا أنه ترضوه يرشح هذه حقوق ناس لأن الجزائر أنا مانشو ندر في السياس هذه حقوق ناس ناس ست سنين بعد يقول له بقى على خير نعلم أي صلاح شكر طيب كيف نحمي هؤلاء من الممارسات البيروقراطية المملة لبعض الإدارات الجزائرية نعرف بأنه من الذي يتحمل تردي القدرة أو على الأقل الوضعية المعيشية للمواطن الجزائري هو المسؤول المحلي نعم هو الذي يحتك به مباشرة هو المدير الذي كما تقول جاب نسيبه وما حبش يدمجو دلو إنهاء نهاية العقد هو رئيس المصلحة كذلك الذي تسبب في إخراجه وإنهاء عقده هؤلاء هذ المسؤولين المحليين لكل واحد دير دولة فراسو الآن هذا منذ زمن بعيد وهم ينكدون عشة المواطنين متى متى أن نجد لهم حلا شوف هذا المدير المحليين في كل القطاعات حتى في القطاع الاقتصادي في كل شيء باش تدي رخص بنا يحب لك باش تدي اعتماد يحب لك الأمور واضحة لكن شوف مش نقولك تكون تعاون مدام إحنا في الجمهورية الجديدة لازم المجتمع المدني العبدور إلى نونس الناس هذا يكتب عقد ما قبل شغل ما يخاف يروح للمحكمة يروح للمحكمة لازم العدلة ثانية لعبدورها في الناس هذا وإذا كان وضعه المالي ما يسمح لوش باش يروح محكمة ويكلف لا لا مش سرط محامي يقدر يشكي الوكيل الجمهورية ما يخافوش ترك الرغم في الجمهورية يروح يشكي بالمدير يدي الكونترا قال السيد هذا المدير هذا والمدير يعيط له وكيل الجمهورية ويحاسب قال لا تنحي الكونترا بأي حق ولم لا يروح العدلة يروح إذا كان في هناك تعسف نزيده يرفوه دينانسي تعسف نعطيك مثلا واحد جاب نعمه ويخدم يروح الكوميسار يشكي اكتب قال ولي ما تخاف من المدير انت ما تخافش منه روح مكام مواطن هزل بيتها قد تعقل أنا عقود ما قبل يقولوا كما يديروا لا 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 يكتبوا السعر الشرطة تسمع ووكيل الجمهورية يسمع والدرك يسمع ويكتب محذر بالسيد هذا أرى وتخدموه ففوق القانون ولي ما لا إذا كان مرسوها مرزوش ثلاثة ربعة خمسة المديرين كل يخافوا هذه بالعادلة الثاني نظر النواب نواب لازم يتكلموا عن الشي هذا عظام الشعبي الولائي المنتخبين للإعلام يفوضين ونصير الناس هذا ويش تتوقف العملية ذلك أنا نسمع بمدير خدم واحد ففكر له ولا زور له في الإدارة الداخل اكتب به لا تخافش نسيت نعطيك حاجة حتى الرسائل يخي على بالك حتى وزن العبد قال لهم حتى الرسائل يكتب أخو يكتب الوزن العبد قال أو وظف فلان ودار فلان ودار فلان خلي مدم وظف خلي يدخل السجن في جراته كيف هو كيف المودي يرعب خلينا نهضرو بالدرجة باش يفهموا إذا لازم يوفوا على حقهم باش يدديوا حقوق طيب نتكلم عن سوق الشغل الآن و2015 في عدة قطاعات الآن العديد من خريجي المعاهد والجامعات ينتظرون مسابقة التوظيف ليس في قطاع التربية فقط بل في قطاعات عديدة أخرى مع الوظيفة العمومية ما هو مستقبل كيف ستبدو سوق الشغل في مرحلة ما بعد كورونا هناك متاع مالية سنحملها من المرحلة السابقة ومن مرحلة كورونا وهناك تحديات والتزامات لابد أن تجسد شوف نحن كنتكلموا مثلا على قانون المالية التكبير يعني باش ما نكونوا بسرعة تنمى خفض الميزانية تعمية الميزانية الميزانية الدولة ب140 مليار دينار خارج الأشور ما عدا الأجور ما يتمسوش الباقي كل تمس 50% من الموظيفين راموا فيه ديارة لكن الأجور لازم تكون لأنه موش ذنبه إلا غالب إلا غالب هذو تشجيع المؤسسة الناشية هناك نتفهموا في حاجة هناك ركود اقتصادي عالمي موش غير شيء سعير وكل شيء مغلوق كل شيء مغلوق في انتظار أنه أنا في نظري لكن الوضعيات المالية للدول تختلف هناك دول ستخرج من كورونا بمستوى وهناك دول بأقل منها أو بأكثر منها سوء شوف أنا بالنسبة لي لإجراءات في حد ذاتها يعني نقول لك حاجة أنا نسميها إجراءات شجاعة مثال من رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية نسمي إجراءات شجاعة يخلصون متعاقدي يخلصون الجيش يخلصون الشرطة يخلصون نفسهم يخلصون نفسهم يخلصون نفسهم وفي نفس الوقت نزيد نرفع 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 السميق يعني نرفع السميق لعشرين ألف دينار ونعف الضريبة من قضية ثلاث ملايين لماذا هذي نزون جمو خلاهم رئيس الجمهورية لأنه علش هذي نزون جمو حملة انتخابية عملهم ورغم يجسد فيهم هذي القرارات نسألها نقول لك نسميها شجاع ما نجح يعني كي تكلموا اليوم مع وزير المالية ونقشنا مع وزير الصناعة مع العلم أنه قال الاعتمادات في ظرف أسبوع راح تكون بعد قانون المالية بالنسبة للإلكترومنزيل والتيلفونات طيب قبل هذا نحن نتكلم عن شركات وعن المؤسسة العمومية موضعية القطع الخاص هذو اللي يتخلص فيهم الدولهم الذين يشتغلون في القطع العام نعم شو بالنسبة للقطع الخاص قضية الدفاتر الشروط هذه طرحها الوزير طرحت الوزير وجه قال لي بعد قانون المالية لأن هناك قانون لجنة هذه اللي كانت في وزارة الصناعة ليس علاقة بالاعتمادات كانت الاعتمادات هذه تتمد بالهواء الآن يجب أن يقننا كل شيء الاعتمادات يعني قال لك في ظرف أسبوع نحن ممكن غادة نصادق على قانون المالية ممكن خمسة جوان يكون واش قال لك أسبوع تكون هناك الاعتمادات اللي قادر يخدم ويصنع مرحبا به لا طيب هذه قضية أخرى مثلا في العقد ما قابل شغل هنالك اللي يعمل في القطع الخاص شوف امتلكون العقد في القطع الخاص ذركان روحوا للصراحة هذا وش ما صير لا لا أنا صارح وبعضانا لذلك أنا دعيت وزيرة العامل قطلوا يا سيد الوزير ليس هناك قانون يحميهم اللي في القطع الخاص ما كانش يروحوا للقطع الخاص ما عندوش ما كان تقدرش الحكومة تبليجي عليها هو مثلا شركة رو في يدمج لا لو في مشاكل اقتصادية ولا عندو مشكل مع خاوت ولا في الشركة الشركة الجزائرية كلها شركة عائلية صحة طعبية ما يقدرش يدمجه ولذلك قلت له السيد الوزير حماية لهم أنك منهك دير قانون لا نقاش فيه القانون هذا أنه ويكون يعني حتى للناس اللي يخدموا قبل اللي يخدم في القطع الخاص مدى ثلاث سنوات مش يمصلوا الدم ست سنوات وبعد يقول له بقى على خير تبقى تديغرفي مليون ونص لا يلزم بإدماجه يلزم بإدماجه لأنه لحد الآن ليس هناك قانون يحميهم هناك مشرعين الحكومة تجيب القانون هذا منصادقوا عليه ماذا بينا نحميه الناس في القطع الخاص عادوا الناس في القطع الخاص تقولك ماذا بينا نرجع للقطاع العموب لا لكن اللي يخلق الثروة يعني والمناصب الشغل هي الشركات الناجئة ولي هذا البرنامج تعرضي جمهورية ستارتاب نحن ننتظر ننتظر إن شاء الله تفوت علينا الكورونا تخلق هذه الشركات ويكون الإنتاج في كل شيء ويكون العمل في كل شيء ممكن جامعي تروح تقول له أروح تخدم في وزارة طربي يبزوش ملايين وشركة خاصة تقول له أروح تدي ثمن ملايين يروح للشركة الخاصة هذا ما نتمنى القطع الخاص هو هو اللي يخلق الثروة إذا كان تنحات له حتى هو الإجراءات البيروقراطية كيف تتوقع الشكل الذي ستظهر عليه سوق الشغل في المرحلة المقبلة هل ستتجي الحكومة نحو إعادة فتح مسابقات التوظيف أم هذا الوضع السائد الآن في سوق الشغل سيستمر لمرحلة قادمة شوف قضية ما نقدرش نقوله العارض والتغلب يعني بش نصارحه كان هناك هنا نتكلم على تسوية الحقوق نقشناها هنا نتكلمه في السوق عن طموحات المتخرجين الجدد شوف كلما سهلوا أمور المستثمرين الخواص والشركات والسترطاق والجامعيين كلما تسهل لهم كلما ترفع عليهم القيود كلما تنحي عليهم الضرائب كلما ينجوا يخدمون نعطيك مثال بيتزيريا مثلا أوليها صعب أن هناك قوانين كثيرة يجب أن تغير حينما يدخل في القوانين تتعب بيتزيريا الاعتمادي سنيه الوالي كيف يقوله بيتزيريا السيد قادر يخدم ربعة من الناس ربعة خمسة من الناس موسسة صغيرة محل رخص بينها يقعد على السيد عام بشي يديها الإدارة تكسر كل شيء إذن إذا كان ترفع القيود هذه وتكون على الإعلام الآلي وترفع كل شيء هذا العرقي لا لا نحن نمع القانون ومع احترام القانون لكن ترفع هذه الإجراءات نعطيك هناك ليونة في التعامل لا ليونة ونبعدوا هذه البيروقراطيين من مواجهة المواطنين يا أخي أنا نحب نتعامل مع أوردناتر ما نحبش نتعامل معك أنا نعطيك ميلة فجاوبني قننني الميل فأنا نعطيك ميلة في الصباح تقول لي أرجع عشرين في الشهر أنا جي ندي الاعتماد التاعي لكن باش تشوفني ونشوفك وتبتزني مرفوض هذا الشيء لذلك إذا كان نرفع العراقيل نرفع العراقيل هذه ستنشط الدعوة الناس تستثمر لكن إذا كان يسمح لي بركبش مهم جدا إذا كان كل واحد وين يجيب وثيقة يحب يحل محل نهبطون من الثال بكواجدان للزيزين الكبار محل واحد بيزيريا واحد كذا كل واحد يخدم واشي يقدر ينشر واحد نقل واحد كذا تعال رخصة النقل الجيف في السيارة لازم يتعب عام عام يتعب يقول لك أنه ما نستثمر ما نخدم لذلك وجب تقنين الإجابة العلمية الفيت ورفع هذه الإجراءات الباريخوراتية